موسيقى النشرة السادسة عبر ششة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين التبو والطوارق يوقعان اتفاقا لوقف اطلاق النار ينهي سنتين من المعارك بينهما في مدينة وباري ثلاثة قتلوا أربعة جرحة من قوات الكرامة في معارك بالليث أمس والناطق باسم القوات الجوية التابعة لحفتر يقول إن قواتهم قصفت مركزات لشورى ثوار بنغازي في سيد فرج موسيقى إصابة أربعة أشخاص يثر اشتباك مسلح في قصر بنغشير وعيانوا أعضاء المجالس البلدية يبذلون جهودا من أجل تهديئة الأوضاع موسيقى ألم بكم ما وقع طرفاء النزاع التبو والطوارق في مدينة وباريا اليوم اتفاقا بالعاصمة القطرية الدوحة ينهي سنتين من النزاع القائم بينهما بوساطة قطرية وبحسب مفد قناة ليبيا لكل الأحرار للاجتماع فقد تعهد الطرفان في الاتفاق بوقف إطلاق النار والقضاء على كل المظاهر المسلحة وعودة النازحين وافتتاح الطرق المؤدية إلى المدينة وأضاف المفد أن التوقيع تم بحضور لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي كانت قد شكلت سابقا إضافة إلى أعضاء من المؤتمر الوطني العام أذى وقال عضو الوفد المفاوض عن قبيلة ياتبو محمد ساندو في مداخلة سابقة مع قناة ليبيا لكل الأحرار قال إن اتفاق المصالحة الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة جاء تلبية لرغبة قبيلتي ياتبو والطوارق في إنهاء الصراع في منطقة الجنوب وقف إطلاق النار يبدأ من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وسيكون هناك ترتيبات على الأرض حيث يكون هناك قوة محايدة من أبناء قبيلة بالحساونة ستدخل إلى منطقة الصراع وتتسلم المواقع من الطرفين وتنسح بالقوات إلى أماكن يحدد هذا الوسيط المتمثل في القوات المحايدة وأوضح عضو الوفد المفاوض عن قبيلة الطوارق مصطفى حمادي أن الاتفاق على المصالحة بين قبيلتي الطوارق والتبو تم بمدينة أوباري مشيرا إلى أن الاتفاق ينص أولا على وقف إطلاق النار وعودة المهاجرين إلى ديارهم وحل جميع التشكيلات المسلحة من الطرفين بعد سنة وشهرين من قتال في ليبيا لم نلقى أو لم نلقى محيط أو بيئة نستطيع أن نتفاوض خلاله أو نستطيع أن تسمع أو نسمع كل من يهيئ مناخ لهذه المفاوضات رغم سعي العديد وهذا لا ننكره عديد دول في الكاملة المحيطة أو الكاملة العربية وغيرها لكن الآن ما تم في الدوحة اليوم هو القرار النهائي أعتقد من القبيلتين ما كانت تبو أو طوارق لأنهم يجنحوا للسلم لأنه لا فائدة في هذا القتال في أباري قال المتحدث باسم غرفة رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني مجيبهنة أن الأوضاع الإنسانية في المدينة لا تزال صعبة جدا وأضف أبو هنة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد هدوءا نسبيا عدا عن بعض الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعات خارجة عن القانون متمركزة شرق المدينة حسب وصف أبو هنة في سياق آخر نفى المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في بيان له ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عقد اجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة جمع وفدين يمثلان قبائل الطوارق والتابو وأكد المجلس الاجتماعي أنه الممثل الوحيد لقبائل الطوارق في ليبيا وأنه لم يرسل ولم يكلف أي شخص أو مجموعة للذهاب لتمثيله في اجتماع الإمارات مضيفا أن من مجموعة شاركت في الاجتماع لا تمثل إلى نفسها ولا تلزم المجلس بما تم التوصل إليه من اتفاقيات أو تعهدات وحذر المجلس في ختام بيانه أي جهة داخلية كانت أو خارجية من الزج باسم قبائل الطوارق في أجندات دون العودة أو التنصيق مع المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق أكد مصدر طبي في مستشفى الجلابي بنغازي مقتل ثلاثة من قوات حفتر إثرى الاشتباكات المندلعة في محور بعطن بين مقاتلي مجلس شرى ثوار بنغازي من جهة وقوات الكرامة من جهة ثانية وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفلت عن جرح أربعة آخرين لم يتبين وضعهما صحيح حتى الآن وكان المستشفى قد استقبل الليلة الماضية جريحا يبلغ من العمر سبعة عشر عاما إثرى إصابته بشظايا صاروخ جراد في منطقة بنينة قال مصدر من شرى ثوار بنغازي محور طريق المطار في منطقة بعطن شهد اشتباكات قوية ليلة أمس موضح أن قواتهم قصفت تمركزات قوات حفتر في محور جروثة بالمدفعية الثقيلة وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اشتباكات وصفها بالعنيفة جرت بمحور سوق اللحوم في الليث أمس مؤكدا سقوط قتلى وجرحى تابعين لقوات الكرامة وأضف المصدر أن قوات الشرى استهدفت سيارة عسكرية في محور الكابترانية بوسط البلاد وهو ما أدى إلى تدميرها بالكامل وفق تعبيره من جهته قال الناطق باسم الجوية التابعة لحفتر النصر الحاسن قواتهم استهدفت تمركزات شرى ثوار بنغازي بمحور البومبا في منطقة سيدي فرج وأضح الحاسي أن الطيرانهم العمودي قصف محور الكتيبة 319 ببعاطني مشيران لأن القصف أدى إلى حدوث انفجارات كبيرة حسب وصفه الجذير بالذكر أن محاور بعاطني وسيدي فرج تشهد اشتباكات متواصلة تسلم مستشفى الجلال الجراحة والحوادث في بنغازي عشرة أسرة كهربائية من قسم العناية المركزة بمستشفى 7 أكتوبر وذكر الفريق المكلف باستخراج هذه الأسرة من داخل مستشفى 7 أكتوبر أن الفريق تعرض للرماية أثناء نقل الأسرة وذلك لوقوع المستشفى داخل منطقة اشتباكات وأضف الفريق أن الأسرة نقلت بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر لبيه فرع بنغازي أكد مدير التغطيط ببلدية بنغازي رجب الجغداف أنه على إدارة التغطيط انتضع مشروعا استراتيجيا لإسكان النزحين وإعادة عمار بعض المناطق في المدينة والتي شهدت نزاعا مسلحا وأنقل المجلس البلدي بنغازي عن الجغداف قوله أن هذا العمل يتطلب قوانين تشعية وقرارات تنفيذية من قبل حكومة الأزمة يشار إلى أن تصيحات مدير التغطيط ببنغازي جاءت على خلفية الزيارة رئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى المدينة والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه منصبه اختطف ظهر اليوم في مدينة البيضاء الشيخ صلاح سالم من أمام بيته الواقع بمنطقة المدينة الرياضية وقال مصدر مطلع في البيضاء فضل عدم الكشف عن هويته إن ملثمين اختادوا الشيخ إلى جهة غير معلومة يشر إلى أن الشيخ يعمل محاضرا في كلية التربية بقسم اللغة العربية بجامعة عمر المغتا وقد شارك في تشويع أمر كتيبة علي حسن الجابر محمد بغفير في البيضاء الأسبوع الماضي قال رئيس اللجت الأمني العليا إسماعيل عبدالعالي أن طائرة استطلاع مجهولة تحلق في سماء مدينة سرد منذ يوم الجمعة الماضي ورجح المتحدث باسم القوات الجوية التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني أن تكون الطائرة تابعة لحلف شمال العطلسي موضحان النهى ترصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة في سرد يشار إلى أن ما يعرف بتنظيم الدولة بسط سيطرته بالكامل على مدينة سرد منذ يونيو الماضي واستولى على منازل النازحين والمؤسسات العامة والجعل من التعليم خاضعا له عبر إدخال مناهج جديدة أكد عضو المجلس البلدي قصر بن غشير علي الختالي إصابة أربعة أشخاص يثر اشتباك مسلح بين شباب من المنطقة وآخرين من مصراته وأضاف الختالي أن من بين الإصابات شخصا من مصرات حالته خطيرة وقد نقل على إثرها إلى مستشفى شرع الزاوية بطرابلس وأشار الختالي إلى أن أعيان وأعضاء المجالس البلدية يبذرون جهدا من أجل تهديئة الأوضاع مشيرا إلى احتمال عقد اجتماع يضم بلديات طرابلس الكبرى ومصراته من أجل تهديئة الأوضاع ونوه الختالي إلى استمرار فتح الطرقات رغم إقامة سواتر ترابية فيها ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من قصر بن غشير عضو المجلس البلدي علي الختالي سيد الختالي بداية ما أسباب الاشتباكات التي اندلعت أمس في قصر بن غشير السلام عليكم أخي الفاضي التحية ليكم التحية لي قناتكم الموقرة ولي جميع المشاهدين في الملاي نود أن الاشتباكات كانت اشتباكات بسيطة أسباب أشكالية بسيطة وأترى لا تجد عنها أربع جرحة الجرحة حالتهم استقرة والحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى وأن الأعيان ومجلس البلدي ومدرية الأمل حاولوا التهديئة واشتواء الموضوع وكذلك الاتصال مع غرفة قصرة لإحتواء هذا الموضوع والآن تحت السيطرة كل شيء والأمن مستقبل الحمد لله ومستقر والأوضاع حادية جدا في قصب غشير وإن شاء الله نسعو إلى تهديئة الموضوع وحن بعض المشاكل في هذا السياق سيد الختالي ذكرتم أنه يتم حاليا اتخاذ خطوات لحقن الدماء ما هذه الخطوات؟ طبعا اللقاء ذكرى إن شاء الله داعيني لاجتماع بلدية أطراب السكوبرة ب13 البلدية لإحتواء هذا الموضوع وحلحلت بعض المشاكل الموجودة في كل بلدية أطراب السكوبرة شكرا جزيلا من قصر بن غشير عبر هاتف عضو المجلس البلدي علي الختالي أكد ناطق باسم مديرية الأمن الوطني بالزاوية نبيل بوزوهاي استمرار احتجاز أربعة أشخاص من أبناء المدينة في ورشفان دون معرفة أي معلومات عنهم حتى الآن وأضف أبوزوهاي أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بطلب العصابات التي قامت بعمرية الخطف من ذوي أحد المخطوفين فدية تبلغ مليون دينار وأوضح أبوزوهاي أن اللجانة التي شكلها الطرفان مستمرة في التواصل فيما بينها من أجل إطلاق صراح المحتجزين وتهدئة الأوضاع أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا مارتين كوبلا أكد ضرورة الإسراء في استئناف الحوار والبناء على ما تم التواصل إليه نظرا للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد على كافة المستويات وطلب صوان بأحداث تعديل في المجلس الوزري لحكومة التوافق الوطني بما يحقق أكبر قدر من التوازن وإعادة تضمين حق الاعتراض لنواب رئيس الحكومة إضافة إلى ضرورة الاتفاق على تعريف محدد وواضح لمصطلح الإرهاب في الاتفاق السياسي وقد حذر اللقاء كل من رئيس كتلة الحزب في المؤتمر الوطني العام عبد السلام السفراني وعضو المؤتمر الوطني العام نزار كعوان بعد توقف استمر عدة أسابيع تستأنف الوساطة الأممية نشاطها عبر أول زيارة يقوم بها المبعوث الجديد مارتين كوبلر إلى ليبيا الزيارة بدأت من طبرق حيث أجرى كوبلر مباحثات مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء إضافة إلى وزير الخارجية بحكومة الأزمة محمد الدائري شدد خلالها على الاستمرارية في مفاوضات الأمم المتحدة في ليبيا مؤكداً أن الأمور ملحة وأنه بعد قرابة العام من الحوار حان الوقت لإبرامي اتفاق طرابلس كانت المحطة الموالية لكوبلر حيث التقى رئيس المؤتمر الوطني العام وعدداً من أعضائه كوبلر وصف مباحثاته في طرابلس بالإيجابية وأكداً أن مصلحة الشعب الليبي تستدعي التقدم بسرعة في العملية السياسية حيث إن البلاد تواجه تدهوراً اقتصادياً إضافة إلى مخاطر الإرهاب الدبلوماسي الألماني أوضح أنه يجب البناء على ما تم تحقيقه في الاتفاق السياسي وإن الأمور التي لم يجري حلها في السابق يمكن التباحث بشأنها الآن علينا التقدم بسرعة وذلك ما تقتضيه مصلحة الشعب الليبي لا نريد إعادة فتح الاتفاق الآن ويجب أن لا يتغير نصه وإذا كانت هناك قضايا لم تحل فيمكن أن نناقشها إلا أنه علينا التقدم نحو توقيع الاتفاق بناء على الأسس التي توقف عندها برنادين ليون النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني عوض عبدالصادق أكد أن الحوار يمثل خياراً لدى المؤتمر مشيراً إلى أن المباحثات مع كوبلر حول سبل إيجاد حل سريع للأزمة مؤكداً تمسك المؤتمر بحل على أساس أهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير لا أتوقع أن الليبيين أو المؤسسات الدولية لأنها ستخضل القضاء وترفض أحكام القضاء لكن من أجل الحل السياسي نستطيع أن نجد مخرج وتأتي زيارة كوبلر وسط أمال في أن يمنح انتقال قيادة البعثة الأممية زخماً جديداً للوساطة ما قد يحسن فرص التوصر إلى حل للأزمة في البلاد بحث وزير الداخلية الأردنية سلام حمد مع نظره الليبي محمد البدني الفاخر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب الأمني المتخصص وأكد المركز الإعلامي بوزارة الداخلية في بيان له استعداد جهاز الأمن العام لتقديم الخبرات الأمنية لليبيا وتوفير الإمكانيات لدعم للتدريب المتخصص لقوات الشرطة الليبية إضافة إلى فتح معاهد ومدارس الأمن العام التدريبية لهم وأشر المركز الإعلامي لأن التنصيق والتعاون لتطوير الأداء الأمني يعد ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والوصول إلى تشكيل جهاز للشرطة ضمن المعايير الدولية وجهات نظرنا متطابقة تماما في موضوع الإرهاب الإرهاب هذا لا دين له ولا وطن هذا الإرهاب يستهدف كافة بلد العالم فوجهات نظرنا متطابقة تماما في كيفية مواجهته والقضاء عليه نشتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل حكومة الأزمة تلغي جميع اللجان المختصة بملف الجرحة وتقول إن اللجان الملغة هي التي ينطبق عليها قرار قائد قوات الكرامة خليفة حفتر التبو والطوارق يوقع عن اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي سلتين من المعارك بينهما في مدينة أوبان ثلاثة قتلى واربعة جرحة من قوات الكرامة في معارك بالليث أمس والناطق باسم القوات الجوية التابعة لحفتر يقول إن قواتهم حصفت تمركزات لشورى ثوار بنغازي في سين فرد إصابة أربعة أشخاص يثر اشتباك مسلح في قصر بنغشير وأعيان وأعضاء المجالس البلدية يكذرون جهودا من أجل تهدئة الأوضع قال رئيس نقابة محرر العقود بمحكمة الصناف طرابلس عبدالله بلال إن النقابة اكتشفت أكثر من مائة حالة انتحال صفة محرر عقود في طرابلس بعد ثورة فبراير وأوضح بلال لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مائة وعشرين شخصا على الأقل ينتحلون صفة محرر عقود إما عبر تزوير الأختام الرسمية أو عبر أسماء وهمية مشيرا إلى أن النقابة نشرت أسماء ثمانية أشخاص منتحلين لهذه الصفة وأضف بلال أن نقابة محرر العقود خاطبت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ لإيجاد آلية لنشر القائمة الإسمية كاملة حتى يأخذ المواطنون حذرهم عند إجراء معاملاتهم عند محرر العقود ألغت حكومة الأزمة في قرار لها جميع اللجان المختصة بملف الجرحة والتي سبق تشكيلها بناء على قرارات مجلس الوزراء ورئاسته أو بالاستناد إلى مصدر منهما خارج الدولة الليبية أو داخلها رئيسية كانت أنفرعية وأوضحت الحكومة في قرارها أن اللجان الملغات هي التي ينطبق عليها قرار قائد قوات الكرامة خليفة حفتر مضيفة أن جميع اختصاصات اللجان الملغية ستأول للإدارة التي أنشأها حفتر شارلان حفتر كان قد أصدر قرارا ينص على تشكيل لجة للشؤون الإدارية والمالية لعلاج جرح قواته في الخارج أكد المتحدث باسم مستشفى أسبعاء طرق رمضان إغلاق أقسام العظام والجراحة والطوارئ بالمستشفى نظرا للنقص الشديد في الأدوية والمعدات والمحاليل الطبية وأضف رمضان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأطباء بأقسام كل من الباطنية والطوارئ والعظام والجراحة علقوا عملهم منذ أربعة أيام احتجاجا على عدم صرف رواتبهم يذكر أن مستشفى سبيعة راسل العديد من الجهات المسؤولة أكثر من مرة كلجنة الصحة بالمؤتمر الوطني ووزارة الصحة ولكن بقيت ردودهم مجرد وعود على حد تعبير رمضان أكد الناطق باسم مديرية الأمن الوطني بزديتن محمد الربيعي أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد الجثث التي عثر عليها في المقبرة الجماعية بمنطقة وادي ماجر بزديتن بسبب تجمع العظام فوق بعضها البعض وأضف الربيعي أنه تم أخذ عينات من الرفاة التي تم العثور عليها وإحالتها إلى الطب الشرعي من أجل تحديد المدة الزمانية التي مرت على وفاتهم وأوضح الربيعي أنه تم العثور على الجثث بعد ورود بلاغ إلى المديرية من قبر أحد المواطنين عن وجود جثث في وادي ماجر أكد مدير مكتب الإعلام بشركة البريغا للنفط فتحي الهاشمي انتهاء الشركة من صيانة مستودع مطار طرابلسة بالكامل مشيرا إلى أنه سيتم إعادة افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة وأكد الهاشمي أن المستودع التي يبعد عن المطار أقل من نصف كيلومتر يتم من خلاله تزويد الطائرات بالوقود مشيرا إلى أن دور شركة البريغا الفني تمثل في صيانة المستودع بالكامل تشارك ليبيا في النسخة الرابعة للأيام المغاربية للمسرح حيث ستساهم بعرض مسرحي تحت عنوان فانتازيا للفرقة الليبية للمسرح وتلفزيون والمزمع تنظيمها في فبراير القادم بولاية الوادي في الجزائر ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الجمعية المنظمة عشاق الخشبة نبيل أحمد قوله إن لجة التأهيل والانتقاء بالجمعية أفرزت 11 عرضا مسرحيا من أصل 30 عرضا قدم للدراسة من بينها العرض الليبي وفي سياق آخر تشارك ليبيا في ملتقى دولي حول الإنثروبولوجيا والموسيقى بقسطنطينا في الجزائر اليوم أكد مدير مديرية الأنف سبع لقيد محمد بشر افتتاح خمسة فروع جديدة للجوازات لحل الأزمة التي تعاني منها البديدة في استخراج الجوازات وأضف بشر أن استقرار الوضع الأمني خلال الأيام الماضية ساهم بشكل كبير في افتتاح الفروع الجديدة مشيرا إلى أن هذه الفروع باشرت عملها بشكل طبيعي منذ يوم أمس وأشار بشر إلى أن الفروع توزعت على أحياء المنشية والقرضة وعبد الكافي ووسط المدينة إضافة إلى حي المهدية إلى عنوان النشرة التبو والطوارق يوقعان اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي سنتين من المعارك بينهما في مدينة وباري ثلاثة قتل وأربعة جرحى من قوات الكرامة في معارك بالليث أمس والناطق باسم قوات الجوية التابعة لحفتر يقول أن قواتهم قصفت تنكزات لشورة ثوار بنغازي في سيدي فرج إصابة أربعة أشخاص إثر اشتباك مسلح في قصر بنغشير وأعيان وأعضاء المجالس البلدية يبذلون جهودا من أجل تهدئة الأوضاع ختام النشرة في أميلة اشتركوا في القناة